تقبل سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ورئيس وأعضاء الندي الكويتي الرياضي للمعاقين اللاعب أحمد نيجا لمطيري الفائز بالمدالية ذهبية في مسابقة ألعاب القوى لمسافة مئة متر جري بالكراسي المتحركة في دورة الألعاب البارا أولمبية للمعاقين في ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل وقد أشهد سموه بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه اللاعب أحمد نيجا لمطيري مؤثمنا سموه هذا الأداء المتميز الذي جاء نتيجة جهد وعمل كبيرين مطالبا سموه جميع أبنائه الرياضيين ببذل المزيد من العطاء لتحقيق الإنجازات والمراكز الرياضية المتقدمة التي من شأنها رفع عالم دولة الكويت عاليا في مختلف المحافل الرياضية والإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر